اشتركوا في القناة بأن هناك جرحة بأن هناك وفيات يعني بعد الهزة الأرضية القوية طبعاً لضربات في مناطق هذه النظور الدريواش تمسامان ومدينة الحسيمة طبعاً كانت الهزة أرضية قوية ولكن الأمور جد عادية وعادية هنا بمدينة الحسيمة والنواحي امزورين طبعاً تمسينت بن بوهياش ونحن نتواجد هنا بمدينة الحسيمة يعني في شارع محمد الخاميس الأمور والأمور الحمد لله جد عادية وجد عادية هنا بالحسيمة والنواحي طبعاً عكس ما كان يروج في بعض الصفحات أو مواقع التواصل الاجتماعي لأنه كان هناك بعض الوفيات أو هناك بعض الجرحة يعني بسبب الهزة الأرضية القوية التي ضربت مدينة النظور والنواحي وإقليم الدريوش وأيضاً هنا بإقليم الحسيمة يعني الأمور آآ كنقولوا بأن الأمور جد عادية والناس رهم يعني آآ كل شي دخل دارو وكل شي كيتواجد في المنزل ديالو كنقولوا للساكنة الحسيمة ساكنة النظور بلا ما تخلعوا بلا ما تشوشوا لأنه الأمور جد عادية هنا بمدينة الحسيمة والأمور هادئة هنا بمدينة حسيمة للناس دخلين ديورهم الناس يقول بخير وعلى خير يعني بلا ما ننخوف بلا ما ننزرعوا للخوف في الساكنة وفي الناس والناس اللي كعيتوا من برة خارج الناس اللي كعيتوا من خارج الإقليم واش كين شي حاجة واش بالصح واش كين الجرحه واش كين الوفيات ما كين لكن لا م oftيات مكين حتاش حاجة من هاتش هذا هاتش كله أرا غير كذوب في الكذوب يعني بعكس ما ياروج في بعض المواقع أو في بعض الصفحات في الفيسبوك بأنه كنقول لكم هذا الخبر هذا على قناة الشاب قناة شوف تيفي قناة المصدقية طبعا بأنه هذا الشيء رحمكينش هذا الشيء رحمكينش إذن الأمور جد عادية ولله الحمد هنا بمدينة الحسيمة طبعا كانت هزة أرضية قوية طبعا يعني كانت هزة يعني أرضية قوية ولكن الأمور جد هادية هادية رحم مرارا وتكرارا يعني كيقعوا هزة أرضيات قوية هذه أزيد من أربعة أيام كانوا هزة كانت هزة أرضية هنا بالحسيمة والدرواش والنظور ولله إمزوران بن بوياش والنوحي النظور بو يفار العروي وإلى غير ذلك ولكن الأمور جد عادية اليوم كانت هزة أرضية في قوية في نواحي الحسيمة وهنا داخل مدينة الحسيمة أيضا في إقليم النظور وإقليم الدروش ولكن الأمور الأمور جد عادية ما كان هناك لا خسائر بشارية لا تشحجة الأمور كنقول لساكنة الريف كنقول الخطنة المغربة بأنه الأمور عادية وعادية وعادية في مدينة الحسيمة إذن كما كتبوا معنا الآن معلنا إلا ساكنة الحسيمة أو على الناس اللي كيسولوا واش بالصح واش بالصح بأنه كين شي حاجة في الحسيمة ما كنت شي حاجة الأمور عادية عادية وجد عادية في مدينة الحسيمة يعني بلا ما بقول للشي وحدي الله يديهم بقى يزرعوا الخوف ويكتبوا شي حاجة في فايس اللي هي ما كيناش راح شو مع اليوم شو مع اليوم إذن كما كتبوا معنا الآن الأمور جد عادية هنا بمدينة الحسيمة عكسا ما كان يروج ففي بعض الصفحات في مواقع تواصل الاجتماعي بأنه هناك بعض الوفيات هناك جرحة بالحسيمة يعني بسبب الهزة الأرضية القوية بسبب الزلزال لا لا هالشي كون من غير كذوب يعني الأمور عادية وجد عادية هنا بمدينة الحسيمة للناس داخلين المنازل ديالهم يعني عادي كما كنقولو الأمور جد عادية هنا بمدينة الحسيمة خويا أوبايل طبعا خويا أوبايل نايا كقناة الشعب قناة شوف تي في يعني كنقلو الخبر من عين المكان يعني طراجت بأنه قالوا بأنه شي وحدين بأنه راكي الوفيات بأنه راكين للجرحة يعني بسبب الهزة الأرضية القوية ولكن أراه ما كينش ما كينش كان قولوا لشي وحدين الله يديهم الله يديهم الله يديهم ما بقاش تروجوا بحالة الأخبار الكاذبة وبقووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو الأمور عادية في إقليم الحسيمة. نحن الآن كانت وجدوا في مدينة الحسيمة في ساحة محمد الساديس كان نشوفوا الناس يعني كل شي في داره. كل شي في داره. وكل شي رأى مرتاح مع داره مع عائلته مع وليداته. آآ هذه الأمور جد عادية. الأمور جد عادية في مدينة الحسيمة. عكس ما كان ياروج. والله يهديهم. والله يهديها شي وحدين هادو. إذن كما كتبنا الآن متتبعات متتبعي قناة شوف تيفي. نحن مازالين مستمرين معكم فالبث المباشر هنا من مدينة الحسيمة. نحن الآن كنت نتوجه في أحد أشهر الساحات بمدينة الحسيمة ساحة محمد الساديس. وفينا هم ذاك الناس اللي كانوا كيقولوا بأنه رأى الناس خارجين هنا يارا خايفين. ما كانت شي واحد. المدينة كتصفر. المدينة أصبحت شيبة مهجورة. شيبة مهجورة. لو كانت شي حجرة كل شي غيبان. المدينة أصبحت شيبة مهجورة. تماما. طبعا كانت هناك هزات. أرضية قوية. ضربت في الناظر. في الزنغان. في الهروي. وفي الدروش. وفي تمسامان. وفي مدينة الحسيمة والنواحي. ولكن الأمور جد عادية. رأى هذه تأشير بعيام هذه. يعني كانت هزاقوية في مدينة الناظر. والحسيمة والدروش ولكن الأمور عادية. الأمور جد عادية. بارك اللوفيك خويا أبالي. بارك اللوفيك. خسنا نقلو الحقيقة للمواطنين. قناة شوفت بي. يعني كتنقل الحقيقة. قناة شوفت بي. قناة الشعب. قناة المصداقية. نحنا خرجنا. خرجنا. باش نعتيو الحقيقة. بالصوت والصورة لساكنة الحسيمة والمغاربة. عكس ما كان يروج. في بعض الصفحات بأنه كين وفيات. كين جرحاء. يعني بسبب الهزة. للأرض القوية. بسبب الزلزال. الأمور عادية في الحسيمة. بلا ما بقوا ودخلوا في عباد الله. الأمور عادية في الحسيمة. إذن هدوء تام. الساكنة. يعني يراهم مرتاحين. كما كان نقوله. كل شيء داخل داره. كل شيء داخل داره. والله يدي ما اخلق قدش. لغادي نقوله. والله يدي ما اخلق شيء داخل داخل داخل. شكرا للمشاهدة. شكرا للمشاهدة. اذا متتبعات متتبعي قناة شوف تيفي اه عكسا ما كان يروج اه بعض الصفحات اه اواقع التواصل الاجتماعي بانه اراكين الوفيات بعد الوفيات او الجرحة يعني بسبب الهزة اه الارضية قوية في مدينة اه الحسيمة طبعا كانت اه هناك هزة هزة ارضية اراها يعني هذه مدد الاسبوعين كي وقعوا هزة ولكن الامور جد عادية الامور جد عادية احنا الان شارع محمد الخاميس احنا كقناة الشاب قناة شوف تيفي خرجنا باش نقول الحقيقة بالصوت والصورة اه الناس اللي مسكن اللي مخلوعين كل اللي مخلوع على عائلتو كل اللي مخلوع على والداتو كل اللي مخلوع على والديه كيقول واش بالصحر شي واش كائن ولا ما كانش ما كانت شي حاجة خطين مغربة الامور جد عادية في مدينة الحسيمة الامور جد عادية في مدينة الحسيمة اه الناس داخلين لديورهم ما كانت شي حاجة اذا متتبعات متتبعي قناة شوف تيفي وصلنا نهاية البث المباشر هنا من مدينة الحسيمة الى اللقاء في لقاء مباشر اخر